موسيقى طابط وقاتكم وكل خير من الفضائية الإيرترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهلة بأبرز العنوين كأس هدية السيق لا ليتجول في اتفاعات دوحتم ورحاية ورأس دامير وعصاب تنظيم أسبوع الكتاب في عنسبة لترسيق صغفة القراءة خدمات نغلة دم الوطني لتوضح إنجاز أعمال المشجع لتنمية المتبرعين الطوعيين الرئيس الإيراني يصل إلى دمشق في زيارة استراتيجية زات طابع اقتصادي اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على وقف إطلاق النار في قزة توقيف 288 شخص في عملية أمنية دولية استهدف الشبكات المافيا من العنوين إلى التفاصيل تجول كأس هدية الاستغلال الذي تسلمها أقليم جنوب البحر الأحمر في الثلاثين من إبريل المنصرمة خلال مراسيم نظم الفطيع تجول برفقة حاكم الأقليم سعادة السفير محمد سعيد مانتاي وسلطان رحيتا عبدالغادر داود وسكرتير الجفة الشعبية في الأقليم سيد رزني ميكيل ورئيس المجلس السيد علي نور في دفاع الدحتوم ورحيتا ورأس داميرا وعصاب وغطع كأس هدية الاستغلال 370 كم منطلق المنطيع وعندما وصل به المطاف لدفاع الدحتوم التي توعد مسافة 37 كم قرب مدينة عصاب حاضرة الإغليم والتي شهدت خلال الحملة الثالثة لزمرة الويان مواجهة عنيفة بين قوات الجيش الشعبي المغوار وقوات الزمرة المقام مارقة التي ضعرضت لقصائر فادحة ودمرت بالكامل استقبل بمسيرة أعضاء قوات الدفاع والشعب وبرامج ثقافية وفنية وذكر سعادة السفير محمد سعيد مانتاي أن الشعب الإيرتري ليس الشعب الذي يتخلى عن مصالحه وثروته فحسبه بل أثبت التاريخ بأنه يدفع من أجل ذلك ثمنا باهظا وأن الشهداء الذين أودهم تربى الدحتوم هم الذين واجهوا العدوات الطبيعية ومن صنع الإنسان كان خير الدليل على توارس أمانة الشهداء وبعد أن قطع كأسادية الاستغلال منطلقا من دفاع الدحتوم 120 كم في مسيرة برية وهو يتلقى استقبالات شعبية حافلة في مناطق حرسيل وابو وكلهما وصل إلى رحيتا مركز الثقافة والحضارة ليشهد استقبالا حارا وانطلق من رحيتا متوجهن إلى منطقة راس دامير الزاخرة بهمية جيوسياسية واقتصادية لغربها من باب المندب الممر البحري التجاري العالمي صعدت برفقة المواطنين والجيش إلى أعلى قمة الجبل وغل وجدت ذات الاستقبال الباهر من قبل المواطنين والجيش في مدينة عصبة هذا وسوف يسلم كأسادية الاستغلال في السابع من مايو إلى الأقليم الجنوبي في مراسم تقامة في منطقة قحيتو الأثرية نظم في مدينة كارانقلي معنسب أسبوع الكتاب بالتنسيق بين الاتحاد الوطني لشباب والطلباء ووزارة التعليم خلال فترة من السابع والعشرين وحتى الثلاثين من إبريل وأوضحت منسقة البرنامج السيدة شاملة قبر كدانا البرنامج يهدف إلى خلق بيئة مناسبة للتنسيق ثقافة القراءة في وسط المجتمع وخاصة الطلاب ولتفعيل ذلك قام المؤلفون والمهتمون بتخفيض نسبة عشرين في المئة من أسعار الكتب فيما نظمت إلى جانب ذلك ورش عمل وسيمنارات وثلاثين كتب وغيرها من النشاطات حول القراءة مشيرة إلى تنظيم الجيد والمحتوى العالي الذي شهده الأسبوع أكثر من العام الماضي إلا أن مشاركة الطلاب المدارس الثانوية لا زالت متدنية وغال المشاركون أن الدور الكبير الذي يلعبه البرنامج يهدف ترسيخ ثقافة القراءة وتشجيع المواطنين للإقبال على القراءة لا يستهان به مناشدين لزيادة أيام الأسبوع وانتشار الأسبوع في الأقاليم الأخرى والبحث عن آليات تنمية أندية القراءة وناشد طلاب زاكرين همية الأسبوع للدفع بتنظيمة لهذه الفعاليات استقلالاً للمناسبات الجذير بالذكرى أن الإقليم نظم في الفترة من السادس حتى الثامن من مايو من العام عشرين اثنين وعشرين العرض الأول للكتابة وهذا العام نظم للمرة الثانية أفادت قدمات نغلة دم الوطني في الاجتماع التقييمي الذي عقد يومي التاسع والعشرين والثلاثين من مدينة في مدينة داكمحراء بأن جهود التي بوزلتها قلال عام عشرين اثنين وعشرين لتنمية المتبرعين الطوعيين بتوسيع تنظيم حققت نتائج مشجعة وشارك في الاجتماع فرع البنوك في الأقاليم حيث تم توضيح بأن العام الماضي شهد تورع أربعة عشر ألف وقمسمائة كيس دم وهذا يفوق ما تم تورع به بعام عشرين وواحد وعشرين بنسبة ثلاثين في المئة وقالت رئيسة الجمعية السيدة ألمبرهي أن الهدف الرئيسي هو تأمين خدمات نغلة دم الكافية والمضمونة وتنشيط الجمعية لتفعيل ذلك بتوعية المواطنين في كافة مناطق البلاد وأوضحت أن حملات التوعية الجارية للمواطنين بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام المحلية لعب دورا كبيرا في تنمية أعداد المتبرعين بالدم شاكرة جهزية واهتمام المتبرعين ومساهمة الخدمات المساهمة فاعلة بالإضافة إلى ذلك جاءت أعداد المتبرعين في الأقاليم تزداد يوما إثراء آخر إلا أن نشر النشاط إلى المدريات أصبح عمرا صعبا نتيجة لعدم وجود ميزانية وتسهيلات لدى الجمعية وغالا مسؤول خدمات النغلة للدم السيد محر أبرهي أن الأعمال التي يقوم بها بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للدم ظلت تحقق نتائج جيدة ليتصل نسبة تبرع بالدم 99.9% وشهد المدير الطبيل خدمات نغلة الدم الوطنية الدكتور يوهنس كساتي جهود الجمعية الجارية لبلوق الهدف المشهود وأن تغطي 80% من المتطلبات المستشفيات الوطنية خير شاهد على العمل المنساق نظم في الفترة من العشرين من أبريل وحتى الأول من مايو في أغليم القاش باركة أسبوع طلاب الرياضي ساقافي شارك فيه 16 مدرية بالأغليم تحت شعار مشاركة منسغة لزيادة المعرفة الطلابية واجتمل الأسبوع مع المنافسات الرياضية ومسابقات معلومات عامة والخطابة والمناظرة والموسيقى والأداب وقرية التعليم والاقتراعات والصناعة وكذلك الحرف اليدوي والرسمة حسب تصريحات المنظمين وذكر المنظمون في ختام الأسبوع أهميته القصفة في اكتشاف المواهب وسقل القدرات مشهدين بجهود المدارس الفاعلة لضمان المنافسة والمشاركة مناشدين تصحيح محدودية المشاركة في بعض المناشط وأوضح رئيس لجنة إدارة الشباب الأستاذ سلون تخلاهي مانوت مشاركة حوالي 1500 طالب في هذا الأسبوع الذي يتيح الفرص لطلاب من أجل الدفع بالعملية التعليمية وعكس القدرات الطلابية المكتسبة في المدرسة مناشدنا المدارس لخلق بيها ثم صلبات ساهم في سقل الطلاب قدراتهم ومواهبهم إلى جانب التعليم الأكاديمي وغال حكم الأغليم السفير محمود علي حوري أن الأسبوع يبرز القدرات الكامنة فبالتالي على المدارس العامة بجدية في هذا الشأن داين الإدارات القيام بدور فاعل لإنجاح الأسبوع الطلاب الرياضي والثغافي المنتظم على مستوى المدريات والأغليم والمعلمين والمشرفين العمل من أجل ترسيخ روح ثغافات المنافسة في الختام وزعت الجوائز على الفائزين على المستوى المدريات والفراق عقلت اللجنة الوطنية في ألمانيا متمرها الثالث في الثاني والعشرين من إبريل المصرم في مدينة فرانكفورت تحت شعار بعجزة الصفوف المتماسكة وشارك فيه مسؤولية اللجانة الوطنية وتنظيمات من ستة وعشرين مدن ألمانية وغال مسؤول شؤون الجماهيرية والأهلية السيد كحسي تولي أن تقوية التنظيم تطلب تركيز عالف المرحلة التي نلجو إليها معبران عن أمنياته الكبيرة للعب المؤتمر دورا بارزا لتعزيز رسالة اللجنة الوطنية وقدم رئيس اللجنة الوطنية سيد موسيا في السهية تقريرا مفصلا حول البرامج المنفذة في الفترة ما بين عام 2018 وشهر إبريل من العام عشرين ثلاثة وعشرين أوضح فيه المميزات والقصور وناقش المشاركون حول التقرير بتفصيل وصدغ المؤتمرون حول مسودة قانون اللجنة الوطنية المرجعية واختاروا لجنة تدير الأنشطة خلال السنوات القادمة وشكر القنصل العام كبرى أبتغ ستيكا فتجهات التي ساهمت بفاعلية وعبر عن تمنياته الطيبة للجنة المنتخبة لإدارة اللجنة الوطنية في ألمانيا الأخبار العالمية بعد فاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى الدولة الحليفة التي قدمت لطهران لحكومتها دعما كبيرا على مستوى عدة منذ اندلاع النزاع في العام 2011 ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن الرئيس وصل إلى مطار دمشق الدولي على رأس وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير في زيارة تستغرق يومين وسيلتغي خلالها نظير السوري بشار الأسد وسيجري معهم بحثات سياسية واقتصادية موسعية لها توقيع عدد من الاتفاقيات وتعتبر هذه الزيارة الأولى للرئيس الإيراني منذ أكثر من 12 عاما بالرغم من الدعم الكبير الاقتصادي والسياسي والعسكرية الذي قدمته طهران لدمشق والذي ساعد في تغيير مجرى النزاع لصالح القوات الحكومية وتأتي زيارة الرئيسي في قدم تغارب بين الرياض وطهران اللتان على نتافي مارس استئناف علاقاتهم على بعده بعد طول قطيع على خلفية النزاع السوري بينما يسجل انفتاح عربي تجاه دمشق التي قطعتها الدول العربية عدة منذ العام 2011 كشف مصدران فلسطينيان بأنه جرى الاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزاء على وقف إطلاق النار وذلك بعدما اشعلت وفاة معتغل فلسطيني مضرب عن الطعام في سجن إسرائيلي تبادل لإطلاق النار عبر الحدود وكانت الطائرات الإسرائيلية قد بدأت في وقت متاخر من مساء سلاسة قارات نجوية مكسفة على غزاء ردا على سلسلة صواريخ اطلقت من القطاع بعد وفاة المعتقل خضر عدنان وشارت كتائب القسامة التابعة لحركة حماس إلى أن الدفاعات الجوية التابعة لها تصدت للطيران الحربي المقاير المغير على قطاع غزاء بصواريخ أرض جو كما أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية على مستوطنات قلاف القطاع من جهته أعلن المتحدث باسم الجيسي الإسرائيلي بأن قوات بلاده بدأت بشن سلسلة قارات على أهداف بقطاع غزاء ردا على إطلاق الصواريخ قالت وكالة انفاز القانون الأوروبي ريرو بول أن عمليات أمنية دولية قد أفضت إلى أقلاق موقع الالكتروني هام على شبكة الإنترنت المظلم وسمحت بتوقيف 288 مشتبه بهم ومساطرة أكثر من 50 مليون يورو نقدا في شكل عملات مشفرة واسترجاع سلاحة وضبط مخدرات وأوضحت الوكالة في بيان بأن عملية سبيكتور المشتركة بين سلطات انفاز القانون الأمريكية والبريطانية والبرازيلية والأوروبية قد أدت لمصادرة نحو طن من المخدرات و117 قطعة سلاح ناري جاءت هذه العملية في عقاب عملية ناجحة أقرى نفست الشرطة الألمانية في العام 2021 وصادرت خلالها البنى التحتيال لموقع مونوبولي ماركت وكرت ريرو بول أنها كانت تجمع معلومات استخبارية بناء على أدلة قدمتها السلطات الألمانية موضحة بأن المعلومات عن الأداف التي جاءت من خلال مطابقة وتحليل البيانات الأدلة التي جمعت كانت بمسابة أساس لمئات التحقيقات الوطنية سجلت حركة الطيران الداخلي في الهند رغم قياسيا جديدا حيث طار أربعة فاصل ستة وخمسين الفراكب في يوم واحد وتم تحقيق هذا الانجاز في الثلاثين من إبريل عندما أقلعت مائتين تسعمائة ثمانية وسبعين رحلة جوية في جميع عنها البلاد وقرد وزير الطيران المدني قائلا أن حركة المسافرين الداخلية المتصاعدة بعد كوفيد هي الانعكاس للنمو العالي للهند وغدا سرط التعافي الاقتصادي للهند بعد جايح ازدهارا في السفارة وغمس شركات الطيران المحلية بنغل أكثر من 37.5 مليون راكب في أول 13 من العام 2023 فقط وشهد هذا النمو بنسبة 51.7% مقارنة بالعام الماضي وفقا لبيانات مدرية الطيران المدني في البلاد تسكير بأهم العنوين مرة أخرى كأسهادية الاستغلال يتجول في دفاع الدحتم ورحته ورأس دامير وعصاب تنظيم أسبوع الكتاب عن سبالة تنسيح ثقافة القراءة خدمات تغلى الدم الوطني توضح إنجاز أعمال المشجع لتنمية المتبرعين الطوعيين الرئيس الإيراني يصل إلى دمشق في زيارة استراتيجية زادة طابع اقتصادي اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على وقف إطلاق النار في قزة توقيف 288 شخصا في عملية أمنية دولية استهدف الشبكات المافيا وصلنا إلى ختام النشر التي قدمناها لكم من الفضائية الإيرترية إلى اللقاء اشتركوا في القناة